اشتركوا في القناة 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 لحد ما تجي لك بقى ايه باردو كابتن جيسس والقيامة وبتاع مين يا عم شاف الايامة اه في ناس شافوا الايامة دي بس همه ماتوا من الفين سنة. طبعا انا عملي دلوقتي وما تسمى كتبيني الكلام دي في الكتاب. بس كده? بس كده? هو ده كل دليل عندك الكلام ده مكتوب في الكتاب? وانا مشوفتش? ومشوفتش الناس اللي شافوه? ده الناس اللي كانوا معايا يا عم ما مصدقوش. طعمس مصدقش. قال لك احط اصباعي في الخرمة. طبعا انا عايزة احط اصباعي في الخرمة انا كمان. وانا زنبي ايه يا عم? الكلام ده مكتوب للناس اللي يقولك النجوم السماع تسقط? تفاهم غالط? تسوى مش بتكلم على النجوم دي ده بيتكلم عن النجوم اللي همه الناس اللي مش مؤمنين. المؤمنين. اه بيتكلم عن الحلزونة والحلزونة. اي كلام بقى? ما هو كلام مش واضح. اوه كلام واضح وانت بتلفه ودور علي. هو كان عصده على النجوم. ما هو ده بقى انه وراها معنى وبتاع الف ودور بقى في ايه? ايه هاري? واعد ضيف تفسيرات من عندك. طب لما هو المضوع مش واضح ومحتاج تفسير. ما قالش على طول التفسير ليه? ده دي اخر مرة هتكلم فيها. المفروض يعمل في اعتباره انه لما يتكلم الناس تفهم الكلام كويس لانه مش ناوي يتكلم تاني. مش ناوي يقول حاجة تاني. فيعمل في اعتباره ان فيه ناس هتقرأ الكلام ده بعد الفين سنة وممكن ما تفهموش. لا لازم يلفه ويدور. لحد ما تجيلك بقى الطامة الكبرى بقى. طبعا ايه? كتاب النوكة المعروف. اشهر كتاب النوكة في العالم. كلام بقى اللي هو لحد فهم الكلام ده بيقول ايه? ولا ولا الناس نفسهم اللي كانوا عايشين معاه فهمه وبيقول ايه? ويفتح بقى كل كلمة من دول مش صورة. كل كلمة. سبع تلاف تفسير. قال الطبري وقال الاصفهاني وقال اهياني. ليه يا كابتن ليه كده? ليه ده كله? عاصي ده دول المفسرين. دول اهل العلم. يعني والكلام ده علم. واحنا مش فهمينه. طب يا ابو كابتن ليه كده? ما تبعط لنا كلام نفهمه. انت بعت كلام يفهمه وقال العلم. ما تبعط لنا كلام نفهمه. وبعدين ايه? يجب مش ده يا عم ده كتناس متخلفة زنات. ده ده التقليع الجديدة. وما لها يا كابتن احنا نفهمه منظور العصر الحالي. اه اشتغلني بقى اشتغل. طب ما يبعط لي كتاب منظور العصر الحالي يا عم. او يبعط الكتاب واضح مش محتاج ان انت تقعد تفسر وتأول فيه. ما هو يعني انت بتأول الكلام. يعني الكلام ليه معنى? وانت عايز تحمله معنى تاني. من الاخر كده يعني. صح? ده التأويل. اللي هو الظاهر حاجة لكن البطن حاجة تانية. طب ليه يا عم ابو عيسى بتعمل فينا كده? ليه تبعط لينا كلام محتاجي يتأول? ما تقول كلام واضح. وخصوصا ان ده اخر كلام هتنطقه. قبل ما تخرس للابد. ما تقول الكلام واضح. خلي الناس تفهم. خلي الناس في كل العصور تفهم. طب ما هو الكلام ده لكل العصور. لكن يرجع يقول لك نفس الكلام تاني. هما فيهمه بطريتهم. هو ايه اللي فيهمه بطريتهم? طب واحنا نعمل احنا زنبنا يا كابتن. احنا زنبنا ايه? هما فيهموه بطريتهم انا زنب ايه? ما تبعت لينا كلام ايه احنا بقى لينا? نفهموه احنا بطريتنا. على قد ثقافتنا احنا بقى دلوقتي. ان شاء الله بعد مية سنة بقى بقى تاني كلام للناس دي ان ما تكلمت مرة واحدة وسكت. وحتى الكلام اللي انت بعته مش مفهوم. وبعدين الموضوع مش اللي هو احنا بنتجنع لانه هو مش مفهوم. سبع تلاف تفسير جوه الطايفة الواحدة. والاديان دي انقسمت خمسمية الف طايفة. ما هو الكلام مش واضح. وحقهم كلهم حقهم. الكلمة بقى ايه? الخزعبلات بقى كلمة مش مفهومة. لف بقى ودور لحد ما تلاقي لها معنى. ولف ودور لحد ما تركبها على حاجة تاني. وكلام غيبي وحاجات بقى اللي هو بيتكلم عن اشخاص. متفهمش هم مين هو بيكلم مين. ولف ودور بقى وشوف اسباب النزول واسباب الطلوع. ليه كده? ليه كده عم? ما تقول كلام واضح على طول. قول كلام مفهوم على طول. قول كلام مش محتاج تفسير. انا لما اقعد اقرأ رواية لنجيم محفوظ مسلا. محتاج ان انا اشوف التفسير في تفسير رواية لنجيم محفوظ مسلا. او اختلف اهل العلم في رواية لنجيم محفوظ. ما يقول الكلام يا ما يقولش. اي كتاب في العالم بينزله كتاب تفسير? كتاب شرح? ده كتب الشرح? نزل لها كتب شرح. شرح الباري في صحيح البخير اللي هو قصة شرح. خش بقى عندما ايه? كلام كله خزعبالي هلامي. مش محدد وليه سبع تلاف معنا. وعيش بقى. ده طريقة بقى ستتكلم مع الناس بيها. والنهاردة ييجي طالبك بمنتالب جاعة. انت عبد لله. انت المفروض تسلم حياتك للرب ياسوع. انت المفروض تعبد الله والاسلام دينا. بنان عليها كابتن. لا شفناه. ولا شفنا انبياءه. وحتى الكتب اللي بقيتها كتب ملغباطة. طبعا النزم بنا ايه? وبعدين هو بقى ايه? قر على نفسه. خد على نفسه شوقت عهد كده. يتكلم مرة واحدة. يبعد انبياء في عصر ما ينفعش يتسجل ولا يتصور. وما يبعدش تاني انبياء تاني. ويبعد كتب في اه اه عصور برضو صحيقة. وبقى الكتب دي قصصها تهلك من الدحك. ده بقى اللي هو الكتاب الكتب بعدها بعد الحادثة في خمسين سنة. وكتاب الكتب بعد الحادثة في تمانين سنة. وكتاب الكتب بعد الحادثة مش عارف ايه? وكتاب تاني السكن محفوظ في الصدور. على سبع حروف وعشر قراءات. ايه هاري. والكتب بعدها وكان مش منقط ولا متشكل. وبعدها مش عارف بكم سنة تنقط وتشكل. ايه ايه ده? ايه ده? ليه كده ابو عيسى? ليه تأمل فينا كده? ما تخش على طول. نزل الكلام ده مطبوء. بس ما قابلك بالفين سنة يا كابتن موسى. المفروض يعني ان هو نزل الواح. انا ما شوف لازم ايه نخش بقى محفوظ في الصدور ومحفوظ في البتاع. واي هاري في اي هاري. وفي الاخر يواجه لك انت صابع لاتهام ان انت اللي مش راضي تقامن. انت قدمت له حاجة اامن بها انت اللي معانت. ماشي عم تقل على الله يا سيد. الفضل يا فاديبي. اشتركوا في القناة